هاي كيف كون؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العذراء رح حاول أحكي في عن الأحوال العاطفية لإلا كل الشارك ورح تحدث كذلك عن الوضع العام بس رح تحكز أكثر على الوضع العاطفي رح تحدث كذلك عن العذاب رح نشوف شو بيخبأ لون شهر جون هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسيق قمري الطالع وفي إمكانية تكون القراءة كثية وخاصة في الوضع العاطفي بداية تانية برج العذراء عم شوفك كأنه عم شوفك كأنه عم تراقب شخص أو معجب بشخص هذا الإنسان ممكن يكون عنده أطفال ممكن ما يكون بس يعني روحه طفولية أكتر وشخصية متوازنة شخصية ناجحة جدا ممكن إذا ممكن تكون بعلاقة معه ممكن ما تكون بعلاقة وعم تراقبه لهذا الشريك عم شوف في رغبة إنه تكون متزوج معه أو تكون بعلاقة بالنسبة له هو فعم شوفه شخصية ممكن يكون برج للردي ممكن كذلك حتى يعني عم نتلالب أبرج دورابية أكتر بس ممكن يكون شخصية محبة للجنس إنسان بحب أن يكون بلق جسدية أكتر وعم شوفه ممكن إنسان يعني هو ماد جدا يؤمن بالأشياء المادية الأرضية إنسان أرضي يعني إنسان ما بيؤمن بالعلاقات الحب والجميل وكذا إنسان لا كإنسان واقعي بيؤمن بالنجاح المادي الفلوس يعني أي شيء يمسك باليدي فهو يؤمن بي حتى يعني العلاقات الجسدية بالنسبة له كل شيء ممكن عم شوفه كذلك شخصية متملكة شخصية بتحب كل شيء يقول العلا ما بتحب إنه تعطي أكتر هي بتاخد أكتر ما بتعطي عم شوفه كذلك يعني هذا الإنسان ممكن أنتم كنتوا على علاقة من الماضي بس خسرتوا بعض ما عم تحكوا مع بعض عم شوفه لسه بيحمل مشاعر اتجاهك لسه عم يتذكر الماضي لسه عم يتذكر الأشياء التي حصلت بالماضي لسه شاي يعني لسه يعني قلبه حي تجاهك أما أنت ممكن عم شوفك بدك إنه ترجع ممكن كنتوا متزوجين يعني مبين منه هذي القراءة كنتوا متزوجين وبدك إنه ترجعوا الأمور بس لسه قلبك ما خدوش من جوع لسهتك موجوع من الماضي ومن الجروح الماضي ما عم تقدر إنه تتطلع للأشياء المستقبلية دائما بدك إنه ترجعوا لبعض بس ممكن عم تتذكر شيء من الماضي وعم يجرحك بقلبك ممكن هذا الإنسان يسعى إلى صلحة أو يسعى إلى تجديد أمور كانت يعني كأنه كانت بالماضي ويريد إعادتها وارد جدا أنه كنتوا متزوجين ويريد إرجع هذه العلاقات الزواج من جديد بس يريد إرجعها بصيغة جديدة بشكل آخر بأنه تكون صلحة جيدة فيها تفاهم فيها كتير أشياء جيدة أوكي بالنسبة لألك أنا عم شوفك حياتك من دون هذا الإنسان كان فيها تعب كتير كأنه أنت تعبت كتير لما بتعاد عنك ممكن كان عم يشيل يعني إذا كنتوا متزوجين فهو كان بيعمل أشياء كتير لما راح من حياتك تعبت كتير عم شوفك فيه مشقة كأنه أنت عم تعاني جدا من ابتحاد هذا الإنسان كذلك عم شوفك كل يوم عم تنتظره دائما بتشوف إذا هو بيفكر فيك أو لا بس عم شوفه أنه بيفكر فيك لسه بقلبه مشاعر تجاهك عم شوفك كذلك على أنه هذا الإنسان تغير تغير كليا ويريد تغيير هذه العلاقة بشكل آخر كأنه عم شوفه يريد إحياء هذه العلاقة لتصبح علاقة منتجة أكتر عم شوفه بالوقت الحالي يأخذ خطوات لوراء أو يعني كأنه عم يمحس قراراته أكثر أو يتمهل بقراراته عشان ما يكون في خساري عم شوف كذلك أنت عم شوفك تعبين تعبين يا برج العذراء من دون هذا الإنسان كأنه عم تاني عم يمثل كأنه كان عم يمثل للك كل شيء أنت عم تشوفه شيء إجابي أو نقطة جميلة جدا بحياتك عم تضيق حياتك كأنه إذا حكيت معه أو إذا كان معك بتحس بسعادة عارمة بس لما بيبتعد عنك بتحس أنت بضيق بقلبك عم شوف كذلك حتى على أنه خطوته القادمة في خطوة بشهر شون موعر جدا أنه تكون في خطوة بس هذه الخطوة ما راح تكون بالشكل الذي أنت تتوقعه يا برج العذراء ما تتوقع أنه هذا الإنسان ممكن يصالحك بشكل من الرومانسية أو يتقدم بشكل من الرومانسية يحكي لك الأشياء التي كان عم يشعر فيها ممكن يجيك بشكل من العصبية وتكون في الشجارات وفي مشاكل لأن يصلح الأمر بينكم كذلك عم شوف على أنه أبو استقبل العلاقة لازم يكون لازم تكون علاقة قوية شتا لازم يعني تستفيد من كل هذا الشيء الذي مضى من مشاكلكم الماضية لتصلحوا هذه العلاقة لأنه عم شوف العلاقة المستقبلة جيد وهي جيدة وهذا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك يحبك هذا الإنسان بحياته ما نساك يريد عودة هذه العلاقة وإرجاع ممكن تكون متزوجين ويريد إرجاعك لحياته هذا كل شيء صراحة بس حاولوا أنه تصلحوا أموركم عم شوف في غموض كذلك يظهر بالعلاقة في هذا الإنسان غامض جدا ما عم يبذيء ولا شرارة على أنه يعني ممكن يريدك بس هو من جوا يريدك وعم شوف في خطوة إلى الأمام بالمستقبل من جنوة للأشهر القادمة عم شوف في أشياء رح تحدث بحياتك كمان عم شوف أنه هذا الوقت لش الاستشفاء والحيات رح تشفيك من الجروح التي كانت بالماضي عم شوف في شيء سيحصل بحياتك يا برج العدراء سيصلح الأمور عم شوف في أصدقاء ممكن سيكونوا صلة وصل بينك وبين هذا الإنسان إصلاح الأمور بينكم عم شوف كذلك على أنه في أمور رح تتصلح يعني كأنه في كذا ورأي عم تحكي عن الشفاء والاستشفاء والصلحة وعلاج الأمر عم شوف كذلك يا برج العدراء على أنه أنت عم تتعامل ممكن مع برج الجدي ممكن تتعامل كذلك مع برج الدلو عم شوف العقرب العدراء الأسند عم شوف كذلك حتى عم شوف يعني أبراج مائية عم شوف كذلك أبراج ترابية هوائية النار يعني حتى نارية بس يعني يغلب هذا هذه القراءة البراج المائية والترابية والهوائية بس في ماء في النار بس هذا اللي عم يغلب بهذا القراءة بالنسبة للعزيب عم شوف على أنه كأنه انتهيتوا من علاقة هذه العلاقة سببت لكم ألم سببت لكم جرح وعطتكم طاقة سلبية كأنه صرت عم تفكر بشكل من السلبية وصرت شخص تحس حالك عصبي جدا وسم جدا كل ما يتحدث معك إنسان تلاقي حالك مع الصبب ليش بقى عشان أنه العلاقة التي كنت فيها بالماضي يعني سببت لك ألم عم شوفك بالوقت العالي ما في علاقة وما في شيء جديد ولا في إنسان عم يتقدم ولا بيحكي معك عم شوف أنه أنت لساتك عم تخوض الاستشفاء الذاتي كأنه عم تشافي حالك من جروح الماضي لساتك عم تشافي حالك ما عم شو صراحة أشياء جديدة ولا والعلاقات جديدة ولا شخص من الماضي رح يعود ولا شيء عم شوف الوضع العاطفي هيك راكز رح نتطلع هلأ بالأوضاع العامة ممكن في دعاء كنت عم تبعيه يوميا عم شوفه يتحقق عم شوف في شيء كأنه أنت كنت دائما في شيء كنت عم تنتظره يا برج العذراء سيتحقق وسيحصل سواء كان علاقات فيه سواء كان شراكة عمال سواء كان شيء يتعلق بمشكلة مع شخص آخر إذا إنسان ظلمك أو عملك شيء بحييتك ممكن عم شوف أنه العدالة الربينية تأخذ حقه عم شوف فيه أوضاع جيدة بالعائلة عم شوفك سعيد مرح عم شوف أنه أنت تشبت أكثر بالعلاقة العاطفية والمراقبة وكذا عم شوفك أنه أنت شاغل بالك بهذا الشهر العلاقة العاطفية عم شوف كذلك حتى أنه فيه 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 لمة بالبعيد أوكي عم شوف حتى أنه الأوضاع العمالية ما راح تكون جيدة تتابع من الخسارة المادية ممكن تكون عم شوفك بهذا الشهر عم تصرف مع الأكثر عم شوف كذلك حتى أنه أنت انتبه من كلامك يا برج العضراء عشان ما يجلب لك مشاكل إذا كنت حتى معصب ما تحاول تحكي لأنه ممكن الكلام راح يجلب لك مشاكل أكبر حاول أكثر تنتبه على العينين تنتبه كذلك عم يظهر لطاقة الأعين يعني كأنه عيونك عم ترهقها بالبقاء وكذلك عم ترهق عيونك بكثرة المشاهدة التليفزيون كمان الموبايل حاول أن ترحم عيونك أكثر بس عم متل عم شوفك تتوجه حتى بالعلاقات أو بالتاقة العامة عم شوفك مركز أكثر بالعلاقة العاطفية تركيزك كليا بالعلاقة العاطفية وفي شخص يتدخل بحييتك عم يجلب لك مشاكل عم شوف في خطات بالعمال ما عم شوف الأوضاع العمالية ركز جدا معك عم نشوف في ممكن ممكن لبرج العدراء يكون في فرصة عمل عمله جديد هل فرصة العمل انتظارها من مدة طويلة عم شوف في شخص يتدخل بحيات برج العدراء ليعكر صفو ذهنه وحياته الطبيعية عم شوف كأنه هذا الإنسان دائما عم يجلب له مشاكل وصراعات دائما يبحث عن مشاكل معه ممكن حتى ما يكون شخص ما تعرفوا هذا الإنسان ممكن يكون حدا خافي دائما عم يمكر لإلك انتبه من هيك أشخاص بحياتك برج العدراء وممكن حدا يكون من العائلة أو يسكن معك بالبيت عم شوف كذلك حتى ممكن يكون في سافرة عم تطلق رسائل رسائل تخص العمل رسائل تخص أصدقاء عم شوفك عم تترسل عم شوف في حتى عم شوف في عندك مصاريف جدا عندك مصاريف تتعلق بالفواتير وكل هذه الأمور شهر تقريبا فيه نوع من التجديد للطاقة وإصلاح الأمور العالقة بالماضي عم شوف حتى في سافر لأصحاب برج العدراء لكن هذا السفر يجي بسرعة بس عامة الأوضاع يعني عامة لا بأس فيها يا برج العدراء حاولت تنتبه أكتر على كما قلت على الأعين على الأرجل على الصاقين واهتم لكلامك ما يكون كلام متسرع عشان ممكن تندم على هذه الأمور هيدا كل شيء بالنسبة لبرج العدراء أتمنى عليك كل الخير والمسرع أتمنى عليك كل شيء بالنسبة لك